أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنَّهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعَمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ما كثين فيه أبدا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخْذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخَرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُنَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرَدِ زِينَةً لَهَا لِنَبَلُ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَسْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرُقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذَ أَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا